المشاهدين الكرام نذكركم بوسائل التواصل اللي من خلال تواصلوا معنا وخلال برنامجنا صباح الشرق اللي تظهر أسفل الشاسع من داخل الدولة وأيضا من خارج الدولة اللي من أراد التواصل معنا بالإضافة لذلك الوسائل المتعودين عليها يوميا وهي الوسائل السريع الحديثة اللي هي الفيسبوك لتويتر إيميل البرنامج وأيضا صفحة اليوتيوب هذه المشاهدين اللي تشوفونها أمامكم على الشاشة بإمكانكم من خلالها تواصلوا معنا وتبدو نرأكم اقتراحاتكم الخاصة يعني في البرنامج والمواضيع التي تطرح في برنامجنا اليومي مشاهدين الكرام تعودتوا على فقراتنا نبدأ في فقرتنا المعتادة يوميا وهي فقرة الأخبار اللي قسمها الأخبار المحلية والأخبار المتنوعة فنبدأ معاكم بأخبارنا المحلية لهذا اليوم خبرنا الأول مشاهدين الكرام بعنوان ضمن مبادرة رئيس الدولة افتتاح جسر الحميدية في عجمان تجريبيا اليوم مش رحلوة أكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة مبادرة صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله أن اللجنة تفتتح اليوم الأربع تجريبيا مشروع تطوير جسر الحميدية الذي بلغت تكلفة تنفيذه 223 مليون درهم واستغرقت تنفيذه حوالي عامين وقال معاليه أنه نظرا لأهمية موقع تقاط الحميدية لوقوعه في منطقة حيوية تربط عددا من المناطق الداخلية في إمارة عجمان بما يحيط بها من طرق رئيسية وإمارات الدولة الأخرى فقد اعتبر تنفيذه خيارا استراتيجيا بالنظر لما يقدمه لمستخدميه من حل جدري لمشكلة الازدحام المروري ولما يقدمه من حلول مرورية تسهل على كل مستخدميها الوصول لوجهتهم بكل يسر كما قلنا مشاهدين الكرام يعني بشرة سارة لزكان إمارة عجمان بفتتاح هذا الجسر يعني اللي طالت فترة اللي يمكن التجهيز لهذا الجسر والناس كانت تنتظر الافتتاح لوجود الازدحامات وطرق البديلة فالأخوة ضمن مبادرة رئيس الدولة كانت لهم هذه المبادرة بتنفيذ هذا الجسر اللي استغرق سنتين يعني لو نرجع شوي للخلف الجسر هذا كان عبارة عن دوار كبير بعدين تم إنشاء جسر بعدين تم إنشاء الجسر الحديث اللي إن شاء الله يفتتح اليوم وهي بشرة سارة للقاطني في إمارة عجمان خصوصا أن هذا الجسر يعني يتصل بإمارات كثيرة منها إمارة عجمان وأم القيوين وراس الخيمة وأيضا يرتبط بشارع الإمارات والمنافذ التي يعني توصل لإمارة عجمان منها الإحميدية والنعمية والزهرة والمناطق يعني الحيوية التي في إمارة عجمان ننتقل مشاهدين لخبر آخر بعنوان هيئة الطرق والمواصلات تدشن خطا جديدا للباص المائي في مرسدبي دشنت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات بيتبي رسميا خطا جديدا للباص المائي بين مول وممشى مرسدبي وقال عيسى عبد الرحمن الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة نحن هنا مع شركة إعمار العقارية لندشن سويا خطا جديدا للباص المائي بخدمة النقل الجماعي في مرسدبي ونقل الركاب بين مول ومرسدبي والممشى في رحلة قصيرة وسلسة يستمتع الركاب من خلالها بتنقل آمن وسهل بمناظر جميلة وإطلالة مائية ساحرة حلو الفكرة والباص المائي جميل نفسنا ذكر في الخبر أنه يستمتع الركاب من خلالها بتنقل آمن وسهل ومناظر جميلة ممكن في بعض الأحيان أن نستغني عن السيارة باستخدام إحدى المواصلات التي تزغر فيها كل إمارة منها إمارة تتبي بالإضافة المتروليوم في الباص المائي والباص المائي كان قديما أيضا يستخدم في تبي واليوم تجشين خط جديد بين المرسة والممشفة خصوصا في هذا الجو مشاهدين الكرام جو جميل بإمكان الواحد يستمتع بهذا المناظر وهذا الجو ممكن أكثر منه من فصل الصيف اللي يكون يعني رطب في كثير من أحيان خصوصا في مثل هذه الوسائل خبر آخر مشاهدين الكرام من أخبارنا المحلية بعنوان منتخبنا الوطني يلاقي نظيرها الفيتنامي في أولى المباريات المؤهلة لكأس آسيا يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم مع نظيره الفيتنامي في أولى مبارياته ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهاء كأس آسيا 2015 المقرر إقامتها في أستراليا وأنهى منتخبنا تدريبه الأخير أمس على الملعب الرئيسي بعد أن تدرب قبل أمس على أحد الملعب الفرعية التابعة للأستاذ تحت إشراف المدرب الوطني مهدي علي وجهازه المساعد نتمنى التوفيق للمنتخبنا إن شاء الله في المباراة القادمة اللي هي اليوم إن شاء الله يعني الأفرح تستمر بعد أفرح كأس الخليج إن شاء الله الشباب يعني يقدمون ما طلب منهم المدرب إن شاء الله يعني أكثر بفنياتهم الجميلة اللي تعودنا عليها في كأس الخليج وأيضا نتمنى التوفيق لباقي المنتخبات المشاركة في التصفيات المنتخبات العربية مشاهدين الكرام بالإضافة لذلك يعني المباريات اليوم كثيرة منها مباريات ودية ومنها مباريات دولية يعني على سبيل المثال اليوم في مباراة تجمع البرازيل وإنجلترا وأيضا هولندا وإيطاليا ففرجة جميلة نتمنىها للمشاهدين خصوصا في هذه الأيام أيضا مشاهدين الكرام خبر آخر من أخبارنا المحلية بعنوان دوريات جوية أنا كنت أدور على الجمجب فارتبطت معه دوريات الجوية لمراقبة الطرق في إمارة أبوظبي أثناء ساعات الذروة ذكرت إدارة جناح الجو في شرطة أبوظبي أن طائرات المراقبة الجوية التابعة لها تقوم بدوريات على مدار الأسبوع في مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لمراقبة الطرق الخارجية والشوارع الداخلية وخاصة في أوقات الذروة وفي أوقات أخرى تحددها غرفة العمليات المركزية وأوضح العميد الركن طيار علي محمد المدروعي مدير إدارة جناح الجو أثناء المهمة ويكون التواصل بين غرفة العمليات والطائرة عبر جهاز التترة ويكون لسهولة توجيه الطائرة إلى المكان الذي يتم تحديده من غرفة العمليات ويساعد جهاز التصوير الحراري على عمل الدوريات الجوية الليلية ونوها العميد المزروعي إلى أن وجود الطبيب الجوي في الطائرة أثناء المهمة يسهم في سرعة الاستجابة في حالة وجود حوادث مرورية جسيمة ونقل المصابين إلى المستشفيات والله فكرة رائعة تحسب وتضاف لشرطة أبو ظبي استخدامها جميل وتنفيذها أجمل في سيارات كثيرة في دوريات في كاميرات مراقبة في رادارات وفي أيضا دوريات المنتشرة في الشراء ولكن مثل هذه الطائرة تخدم الكثير منها تخدم الشرطة وتسهل عليهم وأيضا تخدم الجمهور خصوصا أنه نفس ما ذكر في الخبر أنه طائرة مكونة من طيارين والجهاز اللي يستخدم الشخص اللي يتحكم بهذا الجهاز اللي هو الجهاز الحراري وأيضا الطبيب يعني وجود الطبيب فكرة جميلة جدا ممكن الوصول السريع وإسعاف المصابين خصوصا إذا كانت حوادث أو إصابات داخل السيارة فالشكر موصول لشرطة أبو ظبي وإن شاء الله تطبق هذه على كل يعني إمارات الدولة ونفس ما ذكر في الخبر أنه يعني تسع رحلات تقريبا في كل أسبوع بالإضافة إلى يعني الرحلات التي يعني ممكن أن تضاف من قبل مركز المراقبة فالشكر لشرطة أبو ظبي مرة أخرى ننتقل إلى أخبارنا المتنوعة لهذا اليوم مشاهدينا خبر جميل بعنوان سيدة أمريكية تبتكر آيس كريم من علاج أثار البرد والإنفلوانزة ابتكرت إحدى السيدات الأمريكية وصفة مبتكرة من الأيس كريم مصنوعة من الزنجبيل والليمون لها القدرة على علاج أثار البرد والإنفلوانزة الأمر الذي يخالف المعتقد السائد لتأثير برودة الأيس كريم على مضاعفة أعراض البرد والإنفلوانزة والتهاب الحق ويلجأ جميع المرضى في بداية إصابتهم بأعراض البرد والإنفلوانزة إلى تناول قدح من المشروبات الدافئة أو حساء شربة الدجاج الساخن للتخفيف من حدة الالتهاب والإحتقان الحلق لكن جيني بريتن بور صاحبة المنتج الجديد ومالكة إحدى محال الأيس كريم في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة تقول أن مكونات الأيس كريم تساعد في علاج الأعراض الفيروسية فهو مصنوع من البكتين الذي يعمل على تهديئة التهاب الحلق بالإضافة إلى الفلفل الحار والزنجبيل للتخفيف الالتهابي وآلامي المفاصل فضلاً عن أن شراب البرتقال وعصير الليمون الموجود به يعمل على تعزيز جهاز المناعة فكرة حلوة لهذه السيدة الأمريكية مشاهدين الكرام يعني الأيس كريم كما ذكر في الخبر مكون من البكتين مكون من الفلفل الحار والزنجبيل وعصير الليمون والبرتقال فممكن أيس كريم أن تخفف فيه أعلام مثلاً أو آثار للبرد وآثار في الأونزة يعني ممكن بدأ ما تطلب واحد شاي ولا تطلب مثلاً شربة دياي ولا تسرب شي حار ممكن تطلب واحد أيس كريم ولكن الأيس كريم اللي تصنع هذا السيدة الأمريكية مش أيس كريم فكيف كنت تطلب لما يوصلك أيضاً مشاهدين الكرام ننتقل لخبر آخر بعضوان جوجل تقول مليار عملية بحث تتم شهرياً يقول الخبر قالت شركة جوجل التي تدير محرك البحث الأول في العالم إن المحرك يعالج شهرياً مليار طلب للبحث حسب المعطيات التي قدمتها المجموعة الأمريكية العملاقة ومع مرور الوقت استحدثت الشركة خدمات أخرى منها خدمة تبادل الرسائل الإلكترونية جيميل التي أطلقت في عام 2004 والتي تضم اليوم 425 مليون مستخدم ناشطاً فضلاً عن موقع التواصل الاجتماعي جوجل بلاس الذي أطلق عام 2011 والذي يستمل على أكثر من 500 مليون حساب بالإضافة إلى 800 مليون مستخدم آخر لمنصة يوتيوب وأطلقت جوجل متصفحها الخاص كروم الذي يلجأ إليه أكثر من 300 مليون مستخدم مطيحة بمايكروسوفت ونافست أبل مع نظامي تشغيل الهواتف الخلوية أندرويد والمستخدم في أكثر من 500 مليون جهاز هذا الخبر الخاص في جوجل يعني ما أعرف مشاهدين الكرام بلا هذا المحرك يعني جوجل كيف كنا ممكن نطلع معلومات كان في السابق ممكن الرجوع للمشاهدين الكرام الرجوع للكتب ولكن اليوم بكبسة زر ممكن تكتب الاسم اللي تبيه ويطلع لك البحث سريع جدا وممكن تصل يعني للهدف اللي تبغي من البحث من هذا الجوجل طيب محمد في شيء طيب ننتقل مشاهدين الكرام لخبر آخر بعنوان خدمة جديدة أونلاين لإكتشاف خيانة الشريك تم ابتكار خدمة جديدة لإكتشاف خيانة الشريك وهي كوكوريكو وتتمثل بخدمة أونلاين يتم الاشتراك فيها عبر البريد الإلكتروني حيث يجري إدخال رقم الهاتف المحمول للشخص الذي يكون تحت الشبهة والمراقبة وتعمل الخدمة على ربط ضحايا الخيانة مع الطرف الخائن للزوج أو الزوجة وبهذه الطريقة يصبح ممكنا رصد الأشخاص الإضافيين الذين يتشاركون نفس المعلومات مع الشخص الذي يقيم هذه العلاقة على هامش الزواج أو بالإمكان برمجة إشعارات لاستقبال الإنذار عندما يزيد أحد مع معلومات تتطابق مع الشريك موضع الشك وهكذا يصبح الأتماس بما يجري وقد أسس واخترع هذه الخدمة رجل أعمال أفريقي والله الحياة حلوة إذا لم تبنى على الشك فلا خدمة ولا شيء والأمور كلها تمشي بتوافق الزواجين أو اللي التفقوا على الزواج إن شاء الله نتمنى للجميع التوفيق ننتقل لفقرتنا الأخرى مشاهدين الكرام وهي فقرة حدثة في مثل هذا اليوم الموافق 6-2 من عام 2013 حدث في مثل هذا اليوم من عام 1819 السير توماس ستامفورد رفلز يؤسس سنغافورة وأيضا في مثل هذا اليوم عام 1952 الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس وأيضا عام 1957 منح المرأة حق التصويت في بريطانيا وأيضا في مثل هذا اليوم السادس من فبراير عام 1970 توصل الاتحاد السوفيتي لاختراع قمر صناعي باسم كوزموس 248 يعترض الأقمار الصناعية ويدمرها هذه كانت فقرة حدثة في مثل هذا اليوم مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ترىونا بعد الفاصل في فقراتنا المتنوعة مع ضيوفنا الكرام ترجمة نانسي قنقر 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 لذلك اليوم مشاهدين الكرام نتحدث عن صحة الجسم وجسم الإنسان يحتاج بعض العناصر التي تزيد مناعتها وتقويه إن شاء الله على أمورها الحياتية منها على سبيل المثال اليوم نتحدث عن البوتاسيوم والحديد الهام لتشكيل المناعة والحالة الصحية القوية لجسم الإنسان مع الدكتور أحمد الباشا أخصائي التغذية هياك الله دكتور وصباح الخير صباح الخير دكتور خلينا بداية نتحدث عن أهمية البوتاسيوم والحديد لجسم الإنسان بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم أولا الحديد من العناصر المهمة جدا ومن أهم ثلاث عناصر محتاجها الجسم اللي لازم كلنا نحافظ على المستوى الطبيعي بتاعه جميع ليه؟ لأنه بيخش أو بيدخل في العنصر الأساسي هو لتكوينه مجلوبين الدم ومجلوبين العضلات فبالتالي بيسمح بتبادل الغازات بيأخذ الأكسجين من الرئتين يدخلها الأنسجة وبيأخذ ثاني وكسر الكربون وأبخرة المية من الرئتين إلى من الأنسجة أو الخلايا إلى الرئتين مرة تانية جميل كمان أنه هو بيساعدنا كثير في توليد الطاقة من الجسم كمان لدور كبير جدا في صحة الجهاز المناعي جميل طيب نحن نحصل على البوتاسيوم والحديد من الأغذية نعم نتغذى عليه طيب نتحدث عن بعض الأغذية التي من الممكن أن تقلل نسبة البوتاسيوم والحديد في جسم الإنسان هو طبعا ما فيش أغذية بالضبط أن هي بتقلل منهم ولكن هي بتعيق انتصاصهم جميل بمعنى أن في بعض العادات الغذائية السيئة اللي للأسف منتشر كتير في مجتمعنا العربي وأننا نأكل بعد الواجب الرئيسية نشرب شيء أو أه صحيح فدي كتير مشكلة والله نسمعنا لحرق الدهون لا لحرق فعلا لهم شوية دور ولكن مش بعد الأكرم مباشرة هي العادة الغذائية اللي هي دي المشكلة كبيرة تعود ممكن تعود ولازم نحن فعلا ننتظر على الأقل ساعة أو ساعتين علشان الجسم يبتدي يمتص كمية الحديد المتناول فيه كمان مشكلة كبيرة والله فيه دكتور فيه ناس يعني بعد الأكل إذا ما يشرب شاي يقول لك دوخت ما دي بالضبط حسنا يترى ساعتين مشكلة يعني هو على الأقل تب خليها ساعة ممكن يعني حل أنت كمان الإصراف برضو في تناول الشوكولاتة وتناول الكاكاو والحاجات التي تحتوي على الأجزالك حمض الأجزالك دي كتير بتقلل أو بطائق امتصاص للحديد للجسم كمان برضو حاجة بالنسبة للبوتاسيوم أنها مشكلة كبيرة في موضوع التعرق أن احنا بنستخدم مثلا مديرات البول مثلا بيشرب بعرق سووس أو أوراق المتة بالنسبة لإخوة السوريين خاصة دي بتخلي امتصاص الجسم للبوتاسيوم مشكلة كبيرة فلازم بقدر الإمكان أن احنا لا نسرف في استخدام مديرات البول علشان ما يحصلش نقص في البوتاسيوم طيب نتكلم عن العكس من ذلك يعني اتكلمنا عن المواد الغذائية التي تعيق يعني امتصاص البوتاسيوم والحديد نعم نتكلم عن المواد الغذائية التي تدعم أو تزيد مثلا البوتاسيوم في جسم الإنسان والحديد يعني الحاجات الموجودة الموجودة طبعا الحديد أولا بنتكلم عن الحديد أن الحديد متواجد بصورة غنية جدا فيه الكبدة واللحوم الحمراء والأسماك والبيض كمان بلاقيه في الفواكه مثل الطمار support زي الزبيب الموز لا، هذا الموز في البوتاسيوم طيب، حلو أما الخضرات بلاقيها في الملوخية بلاقيها في السبانخ في الشرجير المالفوف كمان في البقوليات بلاقي الحديد متوفر جدا فيه البقليات مثل البادلة والعدس والفول أما البوتاسيوم بلاقيه في خضرات الفواكهة اكثر شوية الفواكه مثل الموز، البرتقال، البطيخ، الوليح، الطمر باللاقي في الخضروات مثل الكوسة، البطاطس، البطاطة الحلوة التي هي الفندال المعدل الطبيعي لجسم الإنسان اليومي هذا السؤال فيه صعوبة ممكن تتحدد كمية معينة ولكن كيفية قياسها على مجمل اليوم كيف الإنسان يقيس أنه أنا اكتفيت اليوم نعم بالنسبة للحديد هو بيختلف طبعا للعمر المختلف يعني لقى الرجال غير السيدات غير الأطفال غير السن المراهقة فبنلاحظ أن المتناول اليومي المفترض من 10 ل 20 ميلي جرام بالنسبة للسيدات أما بالنسبة للرجال بلاحظ أنه من 7 أو 8 لحد 10 أو 15 على حسب الحالة المتوجد عليها سواء الرجل الكبير في السن أو كده طيب دكتور يعني هل في أسباب أخرى تؤدي لنقص البوتاسيوم والحديد في جسم الإنسان غير الغذاء مثلا نقص الغذاء إذا كان متزن غذائيا ولكن مثلا مرض نفسي حالة نفسية صعبة مثلا يعاني منها إرهاق في بعض الأحيان ممكن حتى مجهود رياضي هل تؤثر وتزيد نقص البوتاسيوم والحديد؟ بالضبط طبعا نقص الحديد ممكن بجانب سوء التغذية أنه النازف الشديد أو المتكرر اللي بيحصل مثلا في البريود بالنسبة للسيدات أو الولادة بالنسبة للنازف بتاعه أو نزيف الجهاز الهضمي اللي من أشكاله قرحة المعدة أو الاثنى عشر وسرطان القولون دي بتسبب نقص في الحديد كمان بالنسبة للناس اللي عندها طفليات في الجسم بيحصل عندهم نقص في الحديد الناس اللي عندها مشاكل في الأمعاء سوء امتصاص الحديد للجسم كمان بالنسبة للناس اللي عندها مشكلة في استخدام مضادات الحيوية أو التهابات أو غير ذلك بتؤدي إلى نقص الحديد أما نقص البوتاسيوم فمن أسبابه التعرق الشديد يعني يشوف الرياضيون المنخرطون في الرياضة الناس اللي بتعمل مجهود عنيف وجديد بيسع عندهم فقد في البوتاسيوم بسرعة ملحوظة جدا أو الناس اللي بتسخدم مدرات البول أو الناس اللي عندها أمراض في الكيلة أمراض في الضغط النفسي الناس اللي بتسخدم أدوية تحتوى على الكورتزون بتؤدي إلى نقص في البوتاسيوم بسرعة ملحوظة ومن هنا بنقول لازم بقدر إمكان الناس اللي عندها مشاكل كده وعندها نقص في الحديد والبوتاسيوم لازم ندعم الحاجات دي بالأكل الصحي والأكل الكويس ولو يحتاج الأمر إلى أن احنا ناخد حبوب أو حاجة بتحت إشراف طبي أو دكتور المتخص لذلك دكتور دايما في عالم كرة القدم بعد المبارات الرياضية دايما تكون سلة فواكه للعيب بالضبط أحسنت وخاصة لازم يكون فيها موز نعم الموز واليحي يعني فيها سوائل بالضغط سوائل وبوتاسيوم في نفس الوقت دكتور يعني نقص فيتامين دال هل مرتبط في البوتاسيوم؟ مش بالضبط يعني هو مرتبط ارتباط شبه وثيق يعني فيتامين دال في هذه الفترة يعني الكثير يعاني من نعم منتشر بسرعة غير طبيعية وخاصة أنا عندي سيدات عملوا دراسة أخيرة هنا في الإمارات لقوا أن السيدات المواطنات وأيضا المقيمات بسبب عدم التعرض للشمس وإن كان إن شاء الله الفيتامين دال هل يتكلم له في حلقة خاصة يعني من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع بشكل عام هي التعرض للشمس نعم ومنها فيتامين دال طيب دكتور نحن بروح فاصل كثير وإن شاء الله بنكمل بعدها موضوعنا الخاص بالبوتاسيوم والحديد إن شاء الله مشاهدينا فاصل وأنواصل حياكم مشاهدينا من جديد من فقراتنا لهذا اليوم تحدث فيها مع الدكتور أحمد الباشا خصائي التغذية عن البوتاسيوم والحديد الهام لجسم الإنسان دكتور كنا نتحدث عن الموضوع لكن فيه سؤال يعني كنت بسألك قبل الفاصل متى يصل الإنسان إلى مرحلة أنه ممكن يستخدم فيها الأدوية الخاصة بالحديد والبوتاسيوم يعني يكون هي فقط العلاج المناسب له آه فعلا المرحلة دي بتبقى آخر مرحلة بعد ما نحن ما نحصلش على الكفاية بتاعتنا من الحديد أو أنه بيبقى فيه مشكلة في الأمعاء يعني سوء امتصاص الجسم للحديد بتؤدي إلى مشاكل كتير طيب بالنسبة لناس اللي عندها نازف شديد أو الناس اللي عندها مشاكل أو السيدات في مرحلة الحمل ورضاعة ومش قادرين يأكلوا أو مش قادرين يحصلوا على كفايتهم من الحديد فبالتالي بنلجأ أن احنا ناخد حبوب وبيتدعم برضو طبعا أن احنا في بعض الحاجات أن احنا ممكن نخلي امتصاص الجسم للحديد أحسن أن احنا مثلا طبق الصلطة اليوم يبقى موجود نحط عليه ليمونة أنها فيتامين سي بيسهل كتير جدا في امتصاص الجسم للحديد طيب اللي عندها أنيميا اللي عندها أنيميا طبعا وإمكان ده احنا بنناشد أولياء الأمور وخاصة الأمهات الأطفال يعني الأنيميا نقص الحديد دي مشكلة كبيرة جدا أن هي من أهم المشاكل من نقص الحديد أنيميا نقص الحديد طيب الأنيميا دي تمنتشر كتير جدا في اقطاع من الأطفال الأطفال مش عايزين يأكلوا يعني محبوش الأكل دايما يجروا على الفاست فود وكده فإحنا بنناشد أمهات يحببوا الأطفال كتير في الأكل الصحي وخاصة الأكل أننا مش بالعافية بنقول مش بالضرب لا إحنا واحدة واحدة علشان الأطفال يسيجبوا لنا ونعوضهم من صغرهم على الأكل الصحي صحيح كمان بالنسبة للبوتاسيوم أننا بقدر إمكان الناس اللي عندها مشاكل في الكلا ومشاكل في الضغط النفسي ما ينفعش أنهم نزيد عليهم الحد يبقى إذن سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشتراجيم أن كل شيء خلقناه بقدر يبقى لما الحديد ينزل في الجسم يؤدي إلى مشاكل كتير ولما يزيد منها فقر الدم يعني نعم منها فقر الدم وطبعا هي منتشر كتير ولما يزيد قد يصل إلى تلايف الكبد والطحال وهذه مشكلة يعني مشكلة كبيرة طبعا الكثير يعني يبدع عنها من خلال فقط الاعتدال في الأكل بالضبط أحسن طيب دكتور أنت تكلمت عن الأطفال شوي نفصل يعني أهمية البوتاسيوم والحديد لهذه الفئة العمرية يعني مقارنة أنه ممكن بعد كم سنة يعني مثلا مرحلة المراهقة قد تكون الاستفادة أقل منها في المرحلة العمرية اللي هي مرحلة الطفولة بالضبط ده سؤال مهم جدا أنه دايما الأطفال بنشوفهم في بعض الأطفال بنلاقيه أنه مش عايز ينمو صحيح فالحديد ده مهم جدا علشان ينمو فمحتاجوا لطفل بصورة غير طبيعية وإن كان في بعض الدول ومنها مصر عملت حاجة كويسة جدا كانت فكرة من وزارة الصحة بالتعوين مع وزارة التموين أنه مش لقين الأطفال مش عايزين ينمو وفي مشاكل صحية كترة جدا فابتدى يضيفوا الحديد للخمس فبالتالي بيحصل الأطفال والسيدات والأمهات على الحديد في صورة أنهم خلاص مش قادرين يبلعوا الحبوب بصورة غير مباشرة بالضبط بصورة غير مباشرة وبيخضوا على احتياجاتهم صحيح كمان بالنسبة لبوتاسيوم نفس الأجل أننا بنحاول بقدر إمكان نزيد البوتاسيوم أو الأغذية يعني دايما الناس اللي عندها مشاكل في الكلة هو اللي بيحصل عندهم نقص في البوتاسيوم الكلة بتحافظ على البوتاسيوم في الجسم بصورة كويسة طيب دكتور أخيرا يعني نصيحة توجهها للمشاهد خاصة بالحديد والبوتاسيوم وإن شاء الله ما يكون في نقص في وجباتهم الغذائية والله هي نصيحة سهلة يعني هي المشكلة مشكلة بنزداد خطرها بالسمرار اللي هي مشكلة نقص الحديد والمتاسيوم ولكن النصيحة اللي بنوجهها للجميع أن نحن لازم بقدر الإمكان نحن نأكل أكل صحي أكل متوازن يحتوي على الخضروات والفواكه واللحوم بصورة متوازنة وما يكون بدون إصراف انطلاقا بالذكرة لقول الله تبارك وتعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدمة خذوا زيناتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ختام جميل من الدكتور دكتور أحمد الباشا خصائي التغرية شكرا لك دكتور على هذه المعلومات وعلى هذا الختام اللي كان جميل والرعب الخاص في فقرتنا الخاصة في البوتاسيوم والحديد شكرا لك دكتور شكرا لك إذن مشاهدين للكرام نذهب لفاصل بعد الفاصل ترأيونا في فقرة أخرى خاصة في برنامج صباح الشارفة حياكم مشاهدين الكرام في فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم هناك حدود يجب مراعاة أثناء تعاملنا مع الآخرين خصوصا عبر شبكات الانترنت ومواقع المنتديات والمواقع الاجتماعية الحديثة منها الفيسبوك لتويتر وما إلى ذلك من التقنيات الحديثة التي نستخدمها فكيف يكون التعامل بطريقة تتماشى مع العادات والتقاليد وأيضا الاتيكيت بحيث يكون المردود إيجابي على الذات والآخرين للحديث عن هذا الموضوع معنا مشاهدين الكرام في الستوديو المهندس ماجد بن عفيف المدير العام لمركز المرأة دريم للتدريب والاستشارات حياك الله مهندس حياك الله لأعطيك الصح والعب وصباح الخير بداية مهندس خلنا نتحدث من خلال المقدمة التي قلناها المفروض يعني هناك تعامل واتيكيت حنا تعودنا عليه في مجتمعنا وعاداتنا مع الآخرين منها المواقع الاجتماعي فكيف تكون القواعد والاتيكيت في مثل هذه الأمور بداية حنا نريد أن نوضح أول شيء شو هي المواقع الاجتماعي المواقع الاجتماعي عموما هي أي شيء يتخلق لك مجموعة من البشر لكنها افتراضية ليست على أرض الواقع يعني بإمكان الشخص يتواصل مع أي شخص آخر هو أحيانا تعرفه وأحيانا لا تعرفه وفي أحيان كثيرا أنه ناس لا نعرفهم أصلا فيكون لنا مجتمع افتراضي هذا المجتمع يحمل عدة أشياء واحد معلومات شخصية لك ممكن تضعها ممكن أن تطلب صداقة من طرف آخر أو آخر يطلب صداقة أيضا قضية إرسال رسائل بالإضافة إلى الدردشة بالإضافة إلى الروابط التشعبية التي تحمل صور وفيديو أي أن كان هذه بشكل عام بعد ذلك لكن اللي هو قضية الإتيكيت والقواعد الحدود اللي يجب أن نضعها الإتيكيت قبل أن يكون مع الآخرين أو الحدود قبل أن نقول أنه أنا أضع حدود مع الآخرين لابد هذه الحدود تكون معي نفسي لأنه هناك فرضية كبيرة في الاتصال يقول لا تستطيع أن تتواصل حتى تتصل إذا لم تستطع تتصل مع ذاتك لن تستطيع إطلاقا أن تتواصل مع الآخرين نحن نجيد التواصل مع الآخرين لكن للأسف لا نخفق في التواصل مع ذواتنا لذلك يقول أفلاطون أصعب صداقة المرء لذاته ويقول علي بن أبي طالب دوائك منك وما تشعر دوائك فيك وما تبصر وأنت الكتاب المبين الذي من أحرفه يظهر المظهر الأحرف قد تكون كتابة وتحسب أنك جرم صغير بالضبط شخصيتك وفيك انطول عالم الأكبر يقول وما لك حاجة من خارج وفكرك فيك وما تفكر القضية كلها تعود على تفكيرك لذلك إذا وضعت حدود في تفكيرك ستستطيع وبكل سهولة وبكل اقتدار أن تكون حدودك مع الآخرين من أروع ما يكون فيه بس تمرين بسيط حتى أنا أوضح أثر الكلمات التي نحن نلقيها في حدودنا مع الآخرين هذا عندي على سبيل المثال هذا بندول الذي درسناه في الفيزيو والكليوريف دائما كان تطبيق على الكتاب بالضبط كان تطبيق على الكتاب فقط من أحد التطبيق الآن أنا ماسكة ويدي ثابته تماما صحيح نحن الآن في برنامج صباح الشارقة شوف حركته صباح الشارقة برنامج صباح الشارقة نحن في برنامج مساء الشارقة يدي ثابته البندول شو صار له فورا بس تغير اتجاهها لاتجاهها العكسي بدأ المكان طولي عرضي يقولون هذه قضية التعامل في الأشياء اللي أنت مقتنع فيها نحن أحيانا ننزل أشياء كثيرة ممكن أحيانا نكون مقتنعين فيها وغير مقتنعين أثرها على الذات مثل ما يحدث هالشيء نحن أحيانا نكون مقتنعين نقول كلمات لكن الجانب النفسي عندك غير يتدهور أنت تقول بشيء غير مقتنع فيه لكن كم أثر عليك لذلك تواصلنا مع الآخرين يقول صقراط أتى رجل إليه قال له أتعرف من أنا قال له تكلم حتى أراك أنا ما أشوفك تكلم هذه نوعية كلماتنا هي من توضح من سبحان الله طيب دكتور في هذه المقدمة الجميلة التي ذكرت فيها بعض سعادة المهندس هناك أمور أخرى أيضا ممكن نحطها تحت عين الاعتبار اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي صارت موجودة والإنترنت موجود والأجهزة عندنا حتى في غرفنا كيف تكون هناك رقابة ذاتية إذا لم يكن هناك رقابة من الأسرة يعني هذا من الأسئلة اللي ممكن قد تهم خصوصا من يستخدم الانترنت أو هذه المواقع وتكون فئة العمرية يعني تحت الثمانتعاش دائما نركز في أشياء عامة يرتكز عليها كل شخص في ستة أمور الأمر الأول دائما ماذا ستقول أو ماذا سيرى الطرف الآخر الشيء الذي تقدمه الشيء الثاني كيف سيفسره من سيرى سواء هو كتابي أو أي شيء قضية التفسير الشيء الثاني قضية الاستيعاب كيف الناس تستوعب الشيء اللي أنت نزلت بعد ذلك التذكر يترى يذكرونك بخير ولا بشر ماذا سيقولون عنك فيما أنزلت بعد ذلك تقييمهم لك كيف الناس حيداولون والله فلان ينزل الشاحل والله فلان شوفوا تواصلة أو على العكس من ذلك والقضية الأخيرة هي ردة الفعل يترى إيش بتكون ردة فعلهم لي هذه من أهم الأشياء وهم عادتا قضية دائما يقول أنا في التواصل لغة الحب أقوى لكن لغة العقل أبقى جميل أن نتواصل دائما مع كل الأطراف الأخرى بلغة العقل وليس بلغة القلب حتى تستطيع أن تقيم وتدرك وتعرف المردود أيضا الذي عليك بعد ذلك طيب أنت وصلت لنغطة منها التي هي التقييم التقييم هذا بناء على طريقة حديثي معك وأنا ما أعرفك طيب هناك في بعض الأمور صور ممكن أن نأزلها وبعض الأمور قد تصلني صور وروابط ممكن مسيئة في بعض الأحيان ممكن تكون إشاعات كيف يتم التعامل مع هذه الأمور التي تصل إليك وأنا ما أعرفها ولا أعرف من المرسل يعني التعامل معي ومع الشخص المرسل عموما أتكلم عن قضية الروابط التشاعبية عموما من نظرة في دراسة عن كثرة الروابط التشاعبية عموما واحد تتلف الخلايا العصبية اثنين تضعف الذاكرة لأن قضية الروابط التشاعبية هي فتح نحن عندنا في الدماغ اثنين تريليون خلية عصبية حجم حبة الفول في الدماغ تقوم مقام عمل كل شركات الاتصالات في العالم سبحان الله يعني القدرة اللي عندنا ليس يكفي أن الله عز وجل يقول و أنا فخته فيه من روحي فلذا قضية الروابط التشاعبية أنت كل ما تدخل على رابط أنت تفتح خلية عصبية فبغض النظر هو مفيد أو مسيء لكن المسيء أفضل شيء من أراد أن يعيش فليتقم فن التطنيش فيتامين طا التطنيش قضية إلا لو عندي النفس أني أغير في الطرف الثاني لو عندك النفس أنا أقول دائما تعامل مع الآخرين كاسة شاي وضعت عليها سكر والسكر تحت السكر إذا طعمت الشاي وقتها مر ما تستلد كذلك العلاقات الإنسانية ممكن تشوف شخص سلبي أول ما تشوفه الوهلة الأولى هو سلبي لكن لو استطعت أنك أنت تنزل لتحت وتكون أنت المحرك ستستطعمه من أروع ما يكون وإذ كذلك الناس الآخرين أيضا يستطيع أن يفوح عبقاء الآخرين جميل دكتور طيب مهندس يقال أن التواصل قل بعد مواقع التواصل فهل هذا صحيح؟ نعم أكيد هناك دراسة أجريت في ألمانيا على مئة ألف شخص هذه الدراسة وخصوصاهم ركزوا على تقريبا عشرة آلاف شخص أخذوا منهم عينة مراهقة يقولون أنه أول شيء الناس اللي كانوا أصلا في عزلة داخل بيوتهم خجوليين بطبيعهم هذين هذا ولا بالعكس كان التواصل لهم إيجابي أصبح مكان للبوح جميل كل واحد يتكلم يطلع عليه في خاطر ما حداري منه صحيح صحيح يدخلوا بأسماء وهمية ما يعرفوا منه هذا فأخذ راحته على العكس من ذلك الشخص للأسف يقول أن صلاتي و نسكي و محياتي للإنترنت يعني انقلب الموضوع بالكامل أنه طول وقته صار على الإنترنت هذا لا بدأ في عزلة لدرجة الآن يعني أنا لو أسأل ناس كثير أقول في تليفونك كم رقم يقول يمكن ألف صحيح كم لا تتواصل معهم ليش يقول خلاص في والله بي بي لا والله هذا معي على الفيس بيس بوك فعلا هو ضعف التواصل بشكل كبير وهذه عكاساتها عن نفس يعني قبل كل شيء طيب يعني أنت ما عف من خلال كلامك أنا استنتجت أمر وهو درج يعني بين مواقع التواصل نفس ما قلنا أصبحت ليست للتواصل وللتعارف يعني هذه نقطة للتعارف ولتتبع الآخرين فهل هذا صحيح؟ لا يعني بشكل عام يعني دكتور ليش أنا أعطيك مثال يعني في كثير من الناس مهندس عندهم مواقع ومشتركين في خدمات ولكن تحصلها فقط صورة يعني أنا أدخل بس أقرأ أتشوف الناس شو تقرأ أو أني ممكن فقط أتعارف فهذه مشكلة نعاني منها صحيح هو لذلك العقل عشان يكون عقلك شغال شيء واحد يسمى الرؤية أين رؤية؟ أنت رؤيتك يعني شو هدفك من دخولك في هذه المواقع صحيح إذا كان الهدف واضح ستستطيع أن تكون نهاية واضحة ورائعة وكل التواصل يحل واضح في حال غياب الهدف إنه ما في أصلا أنا بالنسبة لهدف واضح والهدف دائما أفضل أن يكون إيجابيا خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي دكتور يعني مهندس أنا اليوم ألغبط بالدكتور والمهندس طيب مهندس إحنا عندنا مشكلة تواجهها يعني بعض النساء وهي يعني في بعض الأحيان قد يعني يدخل عليها أحد مثل أشخاص ممكن يسبب لها مشاكل ويسبب لها حراجات هنا التعامل قد يكون بشقي الأول أن الفتاة أو هذه المرأة لا تريد أن تحرج هذا الشخص هذه نقطة النقطة الثانية أنه ممكن ما تريد أن تخبر أهلها لكي لا تمنع من حتى استخدام مثل هذا المواقع فكيف يكون تدارك مثل هذه الأمور أول شيء قضية المشاكل التي أعطيتها أحيانا تكون انتهاق خصوصية أحيانا تكون هي مصدر المضايقة صحيح أحيانا لا ممكن يكون ها كارز وكذا أنا أقول أنه نحن نحتميها لابد تكون عادة الأشياء أول شيء اسم يكون واضح أنا أحط اسم على سبيل مثال شخص اسم يكون مثلا الدلوع طب هل اسم أنا أفترض ليش هذه نعكاسة هل هذا الشخص بيكون ماسك سيف مثلا اطلاقا الصور التي تتبعها لذلك أنا لا أضع للآخرين مكان خصب للخيال لما هو يتخيل وخصوصا قضية بعض الصور الغامضة التي نضعها بعض النكات بعض العبارات الغامضة هذه الغامضة تحفز الخيال فالشخص يحرص على أن يكسر هذه الخيال طيب أنا وقعت في هذا الشيء الآن شو أسوي لابد أن أعرف أن الناس يستجيبون لخرائطهم عن الحقيقة يقولون وليست الحقيقة نفسها بس أمي معاك تمرين بسيط هذا التليفون أنا الآن لنفترض شخص أعمى ما أشوف وصلتني مكالمة أرد عليها بس خبرني كيف أرد على المكالمة وهذا التليفون أمامك أنا ما أشوف بس الآن أسمع التليفون يرين تسمع التليفون أنت متعود المفروض تكون متعود على التليفون أول مرة أشوف أول مرة تشوف التليفون طيب ممكن تحسس التليفون أو أنه ممكن طيب أشوف التليفون هذا آيفون نعم آيفون طيب ممكن الآيفون تحت على طول تحت على طول مباشرة هذا تحت على طول لكن المفروض أنت متعود على التلفون عدل تلفونك تريد أن أشرح لك يعني لا أجلبه نعم أجلبه العكس العكس من ذلك بس أنت جالس تشرح في مفهومك الشيء الذي تشوفه صحيح 100% صحيح وأنا أطبق معلوماتك بشكل صحيح لكن النتيجة تختلف عن النتيجة لذلك نحن في الغالب ننزل أشياء نظري عنها سليم لكن ما نظر الآخرين عنها الآخرين يستجيبون لخرائطهم عن الحقيقة لذلك دوما في تواصلي مع الآخرين لتكون الرسائل واضحة هي صورة هي كلمة هي عبارة وفي حال صار أي شيء عادي لا يوجد أجمل من الصراحة وفي الصراحة تكون الراحة وهذا الجميل الذي نختم فيه فقراتنا لهذا اليوم في الصراحة الراحة وإن شاء الله كل واحد يكون مسؤول عن الأشياء اللي يرسله خصوصا الصور والكلمات التي تطلع والمفروض حتى لا يكون في حالة نفسية أن الناس دوما تقدم ببساطة أقول أن الناس تقدم أفضل اختيارات متاحة لها حتى الشخص الذي هو سلبي هو يظن أن هذا أفضل اختيار متاحة لذلك نحن نفهم هذه النظرية عند الناس ونحاول قدرنا ونستطاع دوما أن نقدم أفضل اختيارات تكون إيجابية حتى يكون التعامل مثمر ويكون أيضا التواصل يحقق ثمارا بإذن الأطلاق إن شاء الله حققنا ثمارنا من خلال هذه المشاركة سعادة المهندس ماجد بن عفيف المدير العام لمركز الإمارات دريم للتدريب والاستشارات شكرا لك شكرا لكم إذن مشاهدين الكرام كانت هذه فقراتنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة وشكرا للحسن التواصل نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى إن شاء الله غدا مع زميل تيرين في برنامج صباح الشارقة شكرا على المتابعة السلام عليكم